السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبكم معاكم علي حمد انا 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 باختصاص علم المراد الانسيجي ونجس تقومي وتخصوات طبية وبحضر في الماجستير الكيمية الحوية ومساعد تدريس الكيمية الحوية بجامعة النيل الليلة هنتكلم عن البيزيك بايو كيميستري ان اوبر فيو هناخد مدخل عن البيزيك بايو كيميستري ويا شباب المحاضرة الاولى في اي كورس دايما في الجامعة ودي المحاضرة الكتير جدا مننا بدكة ما بحضرها دي واحدة من اهم المحاضرات اللي انت ممكن تحضرها في الكورس كله لانها فيها المدخل تمام وبذلك لو لقيت دكتور حريص وبيديك لها بصورة كويسة هتاخد كل المدخل والنظرة العامة للكورس من المحاضرة اللي هتعرف اهمية الكورس ده شنو وانت هتاخد فيو شنو ومحتاج تركز على شنو عشان تطلع باكبر حصيلة ممكنة من الكورس ده طيب ان احنا الليلة نتكلم عن البايو كمستري لكن قبل ما نتكلم عن البايو كمستري خلي نتكلم عن البايو كمستري مديوس كيف يتدرس البايو كمستري في الجامعات وقبل ده خلينا اول حاجة نتكلم عن واتزا بايو كمستري البايو كمستري اتسلف معناها شنو البايو كمستري مكونة من مقطعين من البايو والكيمستري تمام ابقى هي عبارة عن شنو ابقى هي عبارة عن بايولوجي اللي هو علم الاحياء وكمستري علم الكيميا ايوة هي للعلم اللي يضم بين الأحيا والكيميا هل ده التعريف الحقيقي؟ ما بالضبط البايو كيميستري لو دارين نعرفها بتعريف أدقة هي دراسة العمليات الكيميائية اللي بتحدث زاخل أجسام الكائنات الحية يبقى هي علاقة بالكيميستري أكثر من ما علاقة بالبايولوجي يبقى هي مرتبطة بالكيميستري بصورة أكبر التغيرات اللي بتحصل في أجسام الكائنات الحية إذا عرفنا مثلاً أن الكاربون والحيدروجين والأكسجين والنوتريجين بمثل حوالي 96% من وزن جسم الكائنات الحي فبالتالي كل الجسم بالإضافة للمركبات أخرى كل الجسم بتاع الكائنات الحي أصلاً بتركب من مواد كيمياوية بالتالي البايو كيميستري مهم جداً لمعرفة الحاجات دي طيب كمساء مثلاً إذا تلك الموايا مثلاً بتكوز من حيدروجين وأكسجين بتمثل حوالي 70% مثلاً من وزن الإنسان فبالتالي مهم جداً و بتعرف أنه مثلاً معظم جسم الكائنات الحي موية وكل جسم الكائن الحي في الأساس هو عبارة عن مواد كيميائية طيب ده بالنسبة للبيو كيميستري طيب البايو كيميستري في الجامعات بتتدرس كيف طيب البايو كيميستري في الجامعات بتتدرس عليه ثلاثة كورسات رئيسية طيب أول كورس بتدرس في البايو كيميستري بسموه البيزيك بايو كيميستري واسمه التاني بسموه الستركشورال بايو كيميستري أو ممكن نسميه الستركشورال كيميستري تمام؟ لأنه نحن ندرسه حاجة صافية عبارة عن كيميا طيب لكن قبل الكورس الأول ده في الغالب بتكون في حاجة بتاعة مقدمة المقدمة بتختلف من جامعة لجامعة في ناس بياخدوها في كورس البييزيك باي الكومستري نفسه في ناس بياخدوها في كورس اسم السيلر موليكيوز ناس بياخدوها مع البايولوجي ناس بياخدوها مع الهستولوجي المهم وطيفر في المقدمة دي انت بتتعرف عليه حاجتين رئيسيات بتتعرف على الخلية السيل أصئلنا كيعني The smallest structural and functional unit of the human body أصغر وحدة تركيبية وبناية في جسم الإنسان تمام؟ طيب وداخل الخلية في مجموعة بتاعة أورجانس كلها بتتعرف عليها طيب الأورجانس دي ذاتة مكونا من حاجات بسموها شنو؟ بسموها البايو موليكيوز بسموها البايو موليكيوز أو الجزيقات الحية طيب أهمية البايو موليكيوز شنو؟ أهمية البايو موليكيوز دي إنك باختصاري إذا شلت الخلية دي وعصرتها حضرهم وعليك ضعيلام الصعب يوجد موها الضودة تصنيف تعليق كرموا Hindont أيضا موزن الكريم نضع موز experiment يبقى عندنا بروتينات عندنا احماض نووية عندنا كاربوهايدرات وعندنا دهون دي كلها مع بعض بسموها بسموها البايوملكوس ما دي براء بالاضافة لي المويا والفايتامين والمعادن المنراتس دي كلها مع بعض بناخدها في البداية عشان ندخل على الكورس بتاع البيزيك بايو كيميستري عشان نجي نحلل الفور بايوملكوس دي ونتعرف عليه بصورة اكبر طيب هذه المغدمة أولى الأجزول يعرفها في بداية الكورس بتاع البيو كميستري بعد ذلك الناس يأتي خشي على حاجة اسمها نيوترشن ان ميتابوليزم فهذا بالمحاجة اسمها نيوترشن والنيوترشن يختصار الناس يتكلمون عن المينرالز وعن الفيتامينس لكن الحاجة الرئيسية لللمينرالز والفيتامينس ديالة التي نتكلم عنها في النوترشن الميتابوليزم هي عبارة عن مجموعة بتاعات باثويس مداخلة مع بعض عشان تورينا الجسم ده بيستفيد كيف من الأكل اللي بيأكله طيب إذا تكلمنا عن الحاجات الأربعة اللي قلنا البايو مالكيوس دي هي بتركب جسم الكائن الحي ما نستغرب إنه إذا عرفنا إنه الأربع بايو مالكيوس دي في نفس الوقت هي دي الحاجات الأصلا جسم الإنسان شنو؟ الأصلا جسم الإنسان بتحصل عليها من الغزاء من بره طيب إذا أنا شلت مجموعة المغزيات دي وجد دخلتها على جسم الكائن الحي كيف أقدر استفيد منها؟ مثلا أنا أكلت رغيف مثلا أو أكلت كسرة عصيدة عيش أكلت هناي معجنات أكلت مخبوزات دي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن مواد كاربوهايدريتات طيب إذا أكلت مثلا لحوم مثلا أو أكلت بغوليات دي عبارة عن بروتينات مثلا إذا أكلت حاجات فيها دهن كتير دي عبارة عن دهون إبقى الحاجات دي كلها دخلت داخل جسم الكائن الحي أنا أستفيد من الحاجات دي بحاجتين أساسيات باستفيد منهم كحاجات تركيبية وكحاجات يعني وظيفية تمام؟ إبقى أنا باستفيد منهم في وظائف مثلا عشان أنتج مرتب مركب مهم جدا بسموه الـ ATB الأدونزين تراي فوسفيد هو ده مركبة طاقة يعني أنا سعي قاعد أتكلم أحرك يديني بفكر بشوف أي حاجة في النهاية أنا محتاج لشن محتاج طاقة عشان نقوم بكاملة العمليات الحيوية بتستفيد منها الخلية دي عشان تقوم بمختلف العمليات الحيوية طيب عملية تحويل المركبات اللي أنا دخلتها من برة كويس؟ طاقة دي بسموها عملية الهدم اللي هي بسموها الـcatabolism الكاتابوليزم طمام؟ ابقى constant metabolism دي العملية الأولى من العمليات بتاعة الطاقة طيب إذا أنا بقد عندي طاقة كافية جداً أنا بعد ده بنتغل لعملية ثانية بقوم بشيل الماكرو موليكيوز دي تمام البايو موليكيوز اللي أنا دخلتها للجسم دي وبقوم بابني منا شنو بابني منا جسم الكائن الحي كويس أو أقوم أخزينها مثلا في صورة معينة من صور الطاغة على الأساس أننا نستفيد منا أو صور معينة من صور المركبات عشان أنا نقدر نستفيد منا في طاغة في المستقبل يبقى أنا حقوم أستخدمها في عملية تانية عكس الكاتابوليزم يسميها عملية البناء اللي هي الأنابوليزم يبقى العملية بتاعت الميتابوليزم يعبار عن حاجة ما بين حاجتين ما بين الكاتابوليزم اللي هي عملية التكسير وما بين البناء اللي هو عملية الأنابوليزم وما نستغرب إنه من الحاجات يعني الطريفة في موضوع البايو كامستل إنه معظم البايو موليكيولز إنه لما تدخل على الجسم ممكن أن تنتج من بايومولكيول معين أنتج منه بايومولكيول تاني يعني مثلاً أزول البياكل السكر بحصل على طاقة صح؟ لكن أزول البياكل السكريات كتير السكريات بطرق معينة في الجسم بتقوم بتتخزن في شكل دهون في شكل إشعاب فيبقى تحولتنا صورة معينة لصورة تانية يبقى دي واحدة من الصور بتاعة الأنابوليزم طيب الحاجة الثالثة المهمة اللي بندرسها في البيو كيميستري هي الكورس الثالث اللي هو كورس الجيناتيكس عن موليكولر بايولوجي طيب ده هو كورس واحد من المجالات الجديدة واللي يعني قاعدها تتطور شديد جداً في الفترة الأخيرة كورس الجيناتيكس تمام والموليكولر بايولوجي وفيها بحوثات كثيرة جداً والإنسان استفادت منا طيب مثلاً يعني أنه معظم الأمراض الآن اللي يكون عندها أسس جينية فمعرفة الأسس الجينية الأمراض بتعبرينها أنه كيف نعرف علاجها فكوني أننا نعرف الجينات عارف الكاريو تايبنج أعرف المودة في الانهيريتنس وكيف أنه برس الأمراض كيف أنه بتعملي مشاكل إذا كان عندي صبغة أو صفة جينية معينة وكلام بتاع المينديلين جينيكس والمودة في الانهيريتنس مثل الوتوزوم الريساسيب والأوتوزوم الديميننت الاكسلينك ريساسيب والأكسلينك دوميننت تمام والميتو كونديريال انهيريتنس وكلنا ناس بيأخذوها في الحتة بتاعت شنو؟ في الحتة بتاعت الجينيكس والموليكولر بايولوجي الموليكولر بايولوجي بشكل عام هي برضو الأساس بتاع شنو؟ بتاع الجينيكس وهي بتهتم بحاجات رئيسية اللي هي بسموها باقتصار عمليات بسيطة بسيطة جداً يعني أعني مثلاً أنا إذا كان عندي داء الدييني تمام؟ طلعت من الدييني داء ار ايني انتجت من الدييني داء ار ايني العملية بسموها عملية الترانسكريبشن الترانسكريبشن الاستنساخ تمام؟ شلت من الشفرة الجينية الموجودة داخل الخلية شلت منها نسخة معينة اللي هي دي الار ايني وفي الغالب هي مسبلت مesar اني اطليعها برد بسموه طيب طلحت الار ايني داءطلحت برا الخلية طيب شلت الـ RNA استفدت منه كوائس بعدد عمليات مالوكية للتفصيلة المهم أنت جتمنه بروتين أنت جتمنه بروتين. ابقى العملية بتاعت إنتاج من الـ RNA عشان أنا أطلع بروتين دي بسموها الترجمة كأنني اشلت النسخة الغينيدي وجيبت ترجمتها بره تمام؟ في عملية ثالثة إنه أنا أصنع من الـ DNA دي ذات وأصنع منه دي انا دي انا دي بحتاج لها مثلا في لما يأكسم الخلية دي مثلا دار اكسم الله خليتين فأنا بحتاج أن أصنع من الـ DNA دا ذاته أقوم أصنع منه DNA تاني ودي بسموها عملية الـ replication النسخ أو التكاثر ابقى العمليات التلاتة دي الناس بياخدوها بالتفصيل وكل الحاجات الموجودة فيها في الكورس بتاع الموليكولر بايولوجي وبتكلم عنها وعن المشاكل اللي ممكن تحصل فيها وعن الأمراض اللي ممكن تأدي لها طيب هل دا موضوع الـ biochemistry كله تغريبا دا كل موضوع الـ biochemistry غير دا في حاجة اسمها scatter topics طبيقات يعني موزعة ما بين الكورسات مثلا انت بتاخد اندوكراين طبعا حسب تخصصك حسب الكلية بتدرس فيها حسب النظام يدع الجامعة كل الحاجات اللي قد تختلف طبيقات البيناتها تتغير وكذا تمام لكن فيه scatter topic مثلا بتاخد اندوكراين بيجي الدكتور بداع الـ biochemistry بدي كمحاضرة بتاعت اندوكراين بتاخد مثلا مسكولوتسكليتل بتاخد cardiovascular system بتاخد respiratory system المهم أي كان الكورسة انت بتاخد فيه فبكون فيه غالبا محاضرات يعني عندها علاقة بالـ biochemistry فهي بتكون مشتدة في الطبقات بتاعت الـ biochemistry طيب من المغدية والبسيطة دي عرفنا الـ biochemistry تكيف هي مهمة وكيف مداخلة مع معظم الوظائف بتاعة الكائن الحي وكيف انه جسمنا دا كله عبارة عن موضوع بتاع biochemistry في الأخير طيب نجي نتكلم عن آخر نقطة اللي هو الموضوع بتاع basic biochemistry زي ما قلت لكم الموضوع بتاع الـ biochemistry هو عبارة عن 4 macro molecules يبقى هي عبارة عن macro molecules الماكرو molecules دي هي عبارة عن bio molecules الأجزاء الكبيرة منها بسمها polymers لو مذكرين من الثانوي الفلمرة أو البوليميرات طيب هي كانت في الأساس أجزاء صغيرة مقطعة بسمها monomers يبقى المونومرز دي اتركبت مع بعض انتجت لي شنو؟ انتجت لي polymers انتجت لي polymers تمام؟ المونومرز دي كانت عبارة عن شنو؟ كانت عبارة عن micro molecules قمتة كبرتها وزيتها مع بعض عشان انتج منها ماكرو موليكوز تمام؟ يبقى كان عندي ماكرو موليكوز قمتة يستفيدت منها وانتجت منها شنو؟ انتجت منها ماكرو موليكوز طيب أهم الماكرو موليكوز دي شنو؟ اللي أنا بستفيد منها وبدروسها في الـ basic biochemistry من أهم الماكرو موليكوز دي عندنا السكرية الكاربو هيدريتز تمام؟ طيب الكاربو هيدريتز الماكرو موليكوز أو البوليمرات بتاعتها بسموها الـ polysaccharides الـ polysaccharides الـ polysaccharides أو السكريات المتعددة تمام؟ يبقى المونومرز بتاعتها بسميها شنو؟ بسميها المونوسaccharides السكريات الوحادية طيب عندنا اللحم اللي هي الـ البروتينات تمام؟ البروتينات دي الماكرو موليكوز بتاعتها اللي هي البروتينات نفسه طيب مكون من صيات صغيرة بسموها الـ amino acids اللي هي دي الماكرو موليكوز حقه أو المونومرز حقه تسميها الـ amino acids او حيانا بسموها الـ amino acids والتسنون لطقين صحيحات طيب الماكرو موليكوز التاليك المهم اللي هو شنو؟ اللي هو اللي هي الدهون والدهون دي أصلا بتتكون شنو؟ الماكرو موليكوز بتاعتها والمونومرز بتاعتها في الأساس هي عبارة عن فاتي أسيتس والاستلاح ده ما دقيق شديد لكن ممكن نمشيه على المرحلة دي بالطريقة دي طيب آخر ماكرو موليكوز عندنا اللي هو الـ nucleic acid الـ nucleic acid ده مكون اللي هو عبارة عن الـ DNA والـ RNA والمركبات اللي بتشبهها مكون من الماكرو موليكوز حقه اللي هي بسموها الـ nucleotides الـ nucleotides يبقى الحمض النووي الـ nucleic acid والمونومرز بتاعته هي الـ nucleotides طيب الـ nucleotides والـ nucleic acid دي أنا بشيلها بصمتها بدروسها في الكورس بتاع الـ genetics and molecular biology طيب بيفضلوا لي عندي الحاجات الثلاثة دين لكن الحاجات الثلاثة دين عشان أنا أقدر أفهم الميتابوليزم والاستغلاب بصورة كويسة أنا لازم يعني مثلاً أعرف إنه الموضوع عبارة عن مجموعة بتاع التفاعلات طيب التفاعلات الكيميائية أنا إذا عندي مركب A تمام زائد B يريديني مركب C مثلاً زائد D المركبين دي مع بعض A زائد B يريديني C زائد D دي بيحتاجوا لمادة بسموها إنزيم وذلك المذكرين من زمان قلنا إنزيمات هي مواد بيتحفز التفاعلات كما يبدو ما تصهر فيه النوادي طيب الـ إنزيمات دي هي شنوء وبيحصل فيها شنو والتركيب بتاعها كيف والاستغلاب بتاع الكايناتيكس بتاعها بيحصل كيف والاكشن بتاعها كيف وكيف نعملها اكتيبيشن وكيف نعملها اينيبيشن دي كلها من ندرسها في الكورس بتاع الـ basic biochemistry يبقى في الـ basic biochemistry أنا بركز على الحاجات دي بركز على الكاربوهايدريت بركز على البروتين بركز على الـ وبتكلم عن الحاجة الرابعة اللي هي الإنزيمات يبقى لما أدرس الحاجات الأربعة دي أنا بكون مرتاح منها بقدر طوالي أنط وامشي للحتة بتاعت شنوء أمشي على الحتة بتاعت الـ nutrition and metabolism طيب دي بصورة عامة عن الدراسة بتاعت الـ basic biochemistry طيب إذا أقول لنا مثلا نقول كلمة كلمتين مثلا عن الكاربوهايدريت طبعا المعرفة بتاعتك بالكيميا العضوية بسهلة كثير جدا من الحاجات دي وبتديك يعني دافع كويس في الموضوع لكن دمامي عندك لازم ترجع للكتب بتاعته السانوي عشان تدرس الكيميا العضوية لأن احنا بأن الكيميا العضوية بناخد الحاجات المثلا البطرية احنا بتخلينا مثلا مرتاحين لما نجي ندرس الأربعة ماكروماليكولوس مثلا إذا أقولنا مثلا الكاربوهايدريت الكاربوهايدريت دي مثلا مكونة من كاربون وهيدروجين وأكسجين وبمعنى دق هي عبارة عن كربون وووتر لأن الـ hydrate هي الـ hydration وهي الـ hydration هي الـ water يبقى هي كربون و H2O و حتى الصيغة العامة البنائية لها هي عبارة عن C-N-H2-N-O-N تمام؟ فيبقى نسبة الموية لنسبة الأكسجين هي عبارة عن 2 لـ 1 يبقى هي عبارة عن كاربون وووتر لكن الحاجات دي مركبة بيات وطريقة طيب ممكن تكون مركبة في شكل أليفاتي أشكال يعني هناي حلقات مفتوحة أو ممكن تكون مركبة في شكل cycles ذي يوسيبنا من الأشيات اللي نعرفها نعرف الأنواع بها hanno سواء كان ما المرحلل نتكلم مجموعة من الموناهORIA نتكلم أيزوzaćم في الموناهgame حانوا نتكلم عن الـ منو سوكرايد احدا من موناه موناكا سكرايد واحدا جمعنا داي ساكرايد نتكلم علم الـ ثبتي نتكلم عن البولي سكرايد وكيف يتركب البولي سكرايد وتكتكون الروابط الان الروابط الذرهات المختلفة differentiه ستكون دق إلياد الكاربوهايدرس. بعد ذلك نجد نرى قبل الكلام تقوله طبعا بنعرف بتاعتها بنعرف بتاعتها بنعرف بتاعتها يمكن نتكلم شوية عن بتاعتها في النهاية بناخد فكرة كاملة عن الكاربوهايدرس مما دخلت الكاربوهايدريتها في الجسم ونفتتها ونعرف كل التفاصيل الفيئة. جيسة الموضوع ده مثلا عليه البروتينات تمام? اذا عرفنا انه مثلا البروتينات مكونة من حاجة اسمه الامينو اسيد او الامينو اسيد. اذا عرفنا الامينو اسيد عبارة عن مثلا مركبات معينة عندها مثلا زمرة كاربوكسيل مثلا CWOH تمام? وعندها مثلا امين NHU2. في نصها في الفا كاربون. الالفا كاربون مربوط بامين ومربوط بكاربوكسيل. تمام? مربوط بـ H مغطية للحطة الرابعة. وفي R جروب. الـ R جروب دي هي المختلفة بتختلف من الامينو اسيد لامينو اسيد. الـ R جروب دي اختلافات الكثيرة دي ادتنا مجموعة كبيرة جدا مئات الامينو اسيد. لكن انا احنا بندرس منا عشرين امينو اسيد اساسي. والعشرين امينو اسيد دي بندرسها بالتفصيل ونعرفها نقسمها حسب الـ R جروب دي. بتديني اختلاف الامينو اسيد عشان ناخد منها اشنو او عشان نعرف او نتكلم عنها بصورة اشنو اه بصورة مفصلة اكتر. طبعا بعد ذاك هنجي نعرف المشتغات بتاعتها وكيف يتتركب مع بعض الـ Biomedical Importance بتاعتها. نتريشن لسورس حقتها. كويس. الـ Classification بتاعها وكل الكلام ده هنعرفه بالتفاصيل. تعالقس الكلام ده على الليبيدات الليبيدات اللي هي في الاساس عبارة عن استرات. استرات مكونة مثلا من الفاتي اسيد والكحول. تمام؟ طيب يبقى هي الفاتي اسيد اللي هي مجموعة طويلة جدا من الكربونات المطرابطة كويس في نهايتها في اوتش لانه اسيد مثلا ومرضبوطة مثلا بكحول. تمام? اه يبقى الفاتي اسيد والكحول دي مثلا يتركبت بطريقة معينا مثلا. وهل بنعرف فينا مثلا الساتوريتر. مثلا المشبعة. الانساتوريتر. تمام? بنعرف الـ Drive Libid تمام؟ ندرس الـ Symbol Libid كحاجة معينة والـ Complex Libid كحاجة تانية او بندرس الـ Drive Libid كحاجة شنوء كحاجة تالتة. بعد ذلك بنجي نتكلم عن الكلام بتاع شنوء؟ بنجي نتكلم عن الكلام بتاع الـ Enzymes وده كلها ان شاء الله حنعرفها مع بعض من خلال الكورس بتاع الـ Biochemistry او الـ Basic Biochemistry. طبعا كلام الـ Nutrition والميتابوليزم فيه تفاصيل كثيرة جدا. ما در نخش لكم في التفاصيل آآ بتاعاته تمام؟ الـ Genetics and Molecular Biology برضو من الكورسات الممتعة والحاجات المفروضة الناس يجوا يبدو اشنو يهتموا بها كثير في الفترة الجاية. ده باختصار شديد مقدمة للكورس بتاع الـ Basic Biochemistry وحنبدأ منه آآ كورس جريب ان شاء الله في الايام الجادي في مركز دكتور مصعب الكارت آآ لبناء وتنمية الغدرات تمام؟ وان شاء الله حتستمتع معانا وحتستفيدوا معانا جدا في الكورس بتاع الـ Basic Biochemistry. بشكر لكم جزيل الشكر وان شاء الله نتلاقى في الكورس والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة